مرحب بكم معنزل المشاهدين بحلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وما زلنا مستمرين في نقل وقائع وأحداث معركة أين الله الجزء الثالث وأنوان حلقتنا النهاردة هل يسح السؤال أين الله؟ وزي معضحنا لحضراتكم في الحلقات اللي فاتت إن أهم نقطة خلافية في المعركة دي هي صيغة السؤال أين الله؟ وإن الطرف الأول في المعركة دي من الأشعارة بيقول إنه ما يصحش إن أنا هنسأل أين الله؟ ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي اللي بيأكد إن السؤال ده ما يصحش وقلت أكثر من مرة لا يصح السؤال أين الله؟ لا يصح هذا السؤال لأن أين يسأل به عن المكان؟ والله تعالى خالق المكان والزمان فأين كان قبل خلق المكان؟ كان الله ولم يكن شيء؟ والشيخ الأسهاري الأشعاري الدكتور منير الكامانتر بيأكد إنه دايماً بيقول للناس لا يصح إنك تسألوا أين الله؟ لأن الجواب السؤال ده إن الله في مكان والله اللي خلق المكان والزمان فما يصحش إنك تسأل أين الله؟ وخلينا نشوف مع بعض المفتي الدكتور علي جمع هاي شرح الكلام ده في جوابه على سؤال أين الله كان الله قبل أن تخلق الدنيا؟ ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي أين كان الله قبل أن تخلق الدنيا؟ هو أصل الله ليس له مكان لأنه ليس مكين وليس له ضر يحيط به حتى نسأل عنه بأين؟ إنما الله خلق المكان وكان قبل المكان وهو اليوم على ما عليه كان إذن فالله خارج الزمان والمكان ولما خلق الزمان والمكان كان على ما عليه كان يعني قبل الزمان والمكان ولذلك لا يسأل عنه بمتى ولا يسأل عنه بأين لأنه مخالف للكائنات بل هو المكون وزي ما شفنا الدكتور علي جمع وهو بيقول إن الله ليس له مكان لأنه ليس مكين يعني لا يحيط به المكان فما نقدرش نسأل أين الله والزمان والمكان ده من خلق الله والله كان على ما كان عليه قبل خلق الزمان والمكان فما تسألش عن الله بأين؟ لأنه مخالف للكائنات بل هو المكون على عكس الطرف الثاني وهم ولاد الحنبلة الوهابية السلفية اللي بيقولوا يا صح السؤال أين الله؟ ومش كده وبس لا ده بيقولوا إن اللي بيعترض على السؤال أين الله بيخطئ الرسول ويقول إن الرسول ضال ومقطق وبيستشهد بحديث الجارية اللي تكلمنا عنه كتير في الحلقات اللي فاتت وخلينا نشوف مع بعض الفيديو اللي جاي الشيخ الفوزان وهو بيجاوب على سؤال هل يجوز إن اللي يسأل أين الله؟ لا يجوز السؤال عن الله بأين لأن أين يسأل بها عن المكان فما صفتها يعني الرسول والعياذ بالله الرسول حينما قال للجارية أين الله يكون الرسول ضال يسأل الله العافية الرسول قال لها أين الله؟ قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة فيكون الرسول إذن مخطي إنه سأل قال أين الله؟ وزي ما شفنا الشيخ الفوزان بيقول في أول جوابه عن سؤال هل يجوز إنها نسأل أين الله؟ يعني الرسول ولا يجوز بالله هو كده بيقول ولا يجوز بالله يعني اللي يقول لا يسح السؤال أين الله ده كده بيقول كلام فيه كفر وتطول على الرسول ومش كده وبس ده بيقول إن الرسول ضال ومخطئ لما سأل الجارية أين الله يعني الشيخ الفوزان بيقول الدكتور منير الكامانطر ويه الدكتور علي الجمعة والأشعار عموما أنتو بتقولوا إن الرسول ضال ومخطئ والكلام ده كده يعني من تحت لتحت كأنه اشتيمة للرسول وطبعا شاكم الرسول طبعا يعني عند الوحبية يقتل ولو داب خلينا نشوف الدكتور خلينا نشوف الدكتور الأشعاري نبيل الشريف وهو بيرد على كلام الشيخ الفوزان في الفيديو اللي جاي المشبهة من شأنهم إذا التقوا بشخص أول ما يبدأونه بالكلام بهذا الحديث ليثبتوا في قلبه على زعمهم أن الله يسكن في جهة السماء الله تعالى هو خالق السماء وخالق العرش وخالق الأماكن وخالق الجهات لا يجوز أن يكون كخلقه التنزيه كله فهمه الصحابة من قول الله تعالى ليس كمثله شيء وكلام الرسول لا يناقض الآية والآيات لا تتناقض مع هذه الآية المحكمة فالذين يريدون هذا الحديث بإثبات أن الله يسكن السماء على زعمهم استدلالهم باطل وإرادهم لهذا الحديث في غير محله وهم بذلك كذبوا القرآن وكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وزي ما شفنا الشيخ الأشعاري الدكتور نبيل الشريف هو بيأكد كلامه بكلمة المشبهة كلمة دي معناها نفس كلمة المجسمة اللي دايما بيقولوها الأشعارة وهم بيقصدوا ولاة الحنابلة الوهابية السلفية والكلام ده احنا تكلمنا عنه كتير في الحلقات اللي فاتت وبيقول إن المشبهة دول اللي بينقصين يعني الوهابية أول ما يشوفوا حد أول حاجة يكلموا عن حديث إيه عن حديث الجريا اللي سألها الرسول علشان يشويه عقيدة المسلم البريء ويحطوا في قلبه إن الله يسكن في جهة السماء وبعد كده الشيخ الأشعاري الدكتور نبيل الشريف بيقول الله تعالى هو اللي خلق السماء والعرش والأماكن والجهات فعب عليكم يا وهابية إنكم تشبهوا الله بخلقه وتقولوا إنه في جهة السماء لأن الله لا يجوز أن يكون كخلقه زي الشيخ الفوزان اللي بيقول إن الله في السماء وهنشوف مع بعض الفيديو اللي جاي هيقول لنا الله في السماء سبحانه في جهة العلو مستوى على العرش كما أخبر بذلك وزي ما شوفنا الشيخ الفوزان بيقول إن الله في السماء سبحانه في جهة العلو مستوى على العرش كما أخبر بذلك يبقى الشيخ الفوزان مش بينزه الله بل بالعكس ده بيشبه الله بخلقه زي ما بيقول الدكتور الأشعاري النبيل الشريف والشيخ الأشعاري الدكتور نبيل الشريف بيقول بكل وضوح إن الشيخ الفوزان وكل اللي بيقول نفس الكلام المفروض إنه محدش يعبره ولا حتى يلتفت لكلامه ولا لبسهبه وخلينا نشوف مع بعض الفيديو اللي جاي إلا هيأكد لنا الكلام ده ولا يلتفت لهذه الجماعة التي تعتقد أن الله موجود فوق في السماء الذين يقولون الله موجود في السماء يظنون أن هذا تعظيم لله هذا ليس تعظيما لله عظمة الله أنه لا يشبه شيئا وزي ما شفنا الشيخ الأشعاري النبيل الشريف وهو بيقول إن اللي يقول إن الله في السماء ده فاكر إنه بالكلام ده بيعزم الله لكن في الحقيقة لا يعزم الله لأنه بالكلام ده بيشبه الله بخلقه ودلوقتي أنا هعمل لكم ملخص لحلقة النهاردة شفنا في حلقة النهاردة شيوخ الأشعارة والوحبية واختلافهم في أين الله وأول شيخ شفناه هو الدكتور منير الكمانتر بيقول للناس ما يصحش أنكم تسألوا أين الله لأن جواب السؤال ده أن الله في مكان والله اللي خلق المكان والزمان وأكد نفس الكلام ده الدكتور علي جمعة وهو بيقول أن الله ليس له مكان لأنه ليس مكان لا يحيط به المكان فما نقدرش نسأل أين الله على عكس الطرف الثاني وهم الحنابلة الوهبية السلفية اللي بيقولوا يصح السؤال أين الله والشيخ الفوزان قال يعني الرسول ولا يزب الله لما قال الجارية أين الله يكون الرسول ضل الرسول قال قال لها أين الله قالت له في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة وقال كمان إن الله في السماء سبحانه في جهة العلو مستوع العرش كما أخبر بذلك وكان رد الشيخ الأشعري الدكتور نبيل الشريف إن المشبهة طرقتهم أول ما يشوفوا حد أول ما يبدأوا معاه الكلام بهذا الحديث علشان زي ما بيقول بيثبتوا في قلبه على زعمهم إن الله يسكن جهة السماء ويقول ما حدش عبرهم لأنهم بيعتقدوا إن الله موجود بالسماء وتابعوني الحلقة الجاية عشان نوصل مع بعض معركة أين الله؟ الجزء الرابع وإلى اللقاء لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقلة أنت أترد بعقلة وإذا يرد بعقلة وإذا ينكر بعقلة يبقى الجنة يبقى أولعوبة بين عقل المساء اشتركوا في القناة